والأزمة اللي إن شاء الله تكون انتهت ويتم ترتيب الحقوق لأنه مش بس محمد صلاح فيه 13 لاعب محترف في الخارج موجودين في قائمة المنتخب الجديدة ولعب الداخل أيضا عندهم تعاقدات وعندهم التزامات وحقوق صحيح أنها تختلف بنسب حسب قيمة العقد وحجمه ومكانة اللاعب وكلهم ليهم كل التأدير لكن في النهاية هي عملية صياغة الحقوق ووضعت ضوابط الفصلة بين كل الأطراف في لوائح دولية بتنظم هذه العلاقة فترات تواجد اللاعبين مع منتخبات بلادهم دي مسألة منظمة حول العالم فليكن هذا الحسب من خلال لوائح الفيفا لده ياخد حاجة من حق حد ولا ده يهدر حقه أتمنى هذا الفصل في هذه القضية ميدو جابر لعب الأهل اللي كان مصاب تعرض لشد في العضلة الخلفية بدأ تدريبات خفيفة انتظم فيها النهاردة وغاب في المباراتين الأخيرتين أمام كامبالا وأمام حرس الحدود مايكل ليندمان مدرب الأحمال البدنية في الآلي عمل اجتماع مع الدكتور خالد محمود طبيب الفرة خلال المراني الجماعي النهاردة تم التنسيق حول الحمل التدريبي والبدن الخاص باللعابة المصابة واللائعة كلام ويبقى نفسطرين لكن مهم جدا هذه هي الاحترافية مخطط الأحمال والدكتور عشان ما تتوشي الإصابات بينهم من الاثنين لازم فيه اتفاق إعلب الحمل خفف الحمل الإصابات دي عيب سبب كذا مش كل واحدة تانية يجي يقول له فلان ده يبقى أحملوا كذا فلان ده أحملوا كذا هذا كلام احترافي طيب بمناسبة المصابين رامي ربيعة المدافع الدولي المصاب منذ فترة بدأ تدريبات الجارية حول الملعب والتدريبات التأهلية خلال المراني اليوم رامي أدى تدريبات الجارية ثم أدى بعض التدريبات الخاصة بكرة وهي المرحلة التانية من لا ده ولا صوب على المرمى دي أهم حاجة إنه يبدأ يشوت والعضلة الضمة دي لا يمكن لو فيه حاجة أنه يقدر يشوت حراس مرمى الأهلي في أحسن حالة كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى قاد المراني القوي للفريق مصطفى كمال الحياة يعني أنا لاحظت أنه في السوشيال ميديا مجرد ماشي الناوي استواه غلط أو اهتز في كورتين بدأ التعنيف الشديد والنقد الجارح جدا بمصطفى كمال مش هيخلص مش هيخلص أنت بتعيش بتنفس حاجات ما أنتش أدهر الحياة كارترون لما تكلم بعد المباراة في الجزئية بتاعت الشرناوي قال آه حالس المرمى رجل دولي ورجل حالس لو قيمته بس غلط ومش في يومه والناس لازم أن تفهم كده مهيكورة جماعة أي حد معرض للخطأ فيه فرق بين أنه واحد مستواه ينزل في مباراة واثنين وثلاثة واربعة فيبقى ده هذا أو هذه الأخطاء نتاج هزة في المستوى أو عدم جاهزية أو فيه مشكلة فنية وفيه فرق بين أنه مباراة يغلط غلطة أو اثنين أو أكتر في النهاية هذه اللحظات أي حد وارد يتعرض لها في أي شغلانة مش بس في الكرة فأرجوكو ما تعتقدوش أن لعب الكرة آلة مش هيغلط لا كم فرود بينفرد بالمرمى ويضيع فرص غريبة جدا وعجيبة كم مدافع ما بيعرفش يمسك صح أو بيسهى عليه أو تمركزه خاطئ أو بيتسبب في خطأ كم لعيفه نص الملعب بيسهى عليه وما بيضغطش فبتروح علينا هجمة وتيجي جون ليه حرس المرمى مجرد ما يخطأ في واحدة ما طلع لهاش أو تقديره كان خاطئ لأنها دي الغلط ده بيوصل لحصاد المباراة أوكي ماشي بس في النهاية لا يجب أن أقيم المستوى على الغلطة أنت عايز تقايم؟ عايز رأيي؟ أه أقول لي عايز رأيي تفضل تفضل أنا في موضوع أما أجي قايم الشناوي عشان أقول مصطفى كمال كويس ولا وحش لو أنا لقيت أن اللياقة البدنية واللياقة بتاعت رد الفعل والحركية بتاعت اللاعب مش عالية يبقى خطأ تدريبي لكن في اللياقة الزهنية دي قصة لاعب لما تيجي تشوف الشناوي هو بيطلع بكرة بإعجاز بطراطيف صوابعه من تحت العرضة وبعدين يغلط غلطة أن تعمل كرة من إيده على قدم لاعب كان يحدث منها هدف والمضكش الثاني راح هذا خطأ لو تحلل حنخرج منه يا إما خطأ في التركيزة خطأ في التكنيك وهو أنت رايح تمسكها لا أنت كنت لازم تروح تزققها فاهمني لو رايح يمسكها يتقال له روح تزققها لأنه ما كانش يفارد إيده كان عامل كده يعني ما هنا شفتها بالبطيء فما عامل كده نطت قدامه نطت قدامه عادت منه لكن هو لو رايح بيدفعها كان حيلحقها إذن يا تكنيك يا حاجة في كده يبقى هنا نقدر نعرف هي غلطة لعب كان سرحان والغلطة لعب أراد أن يجود ويزود من عنده أنه يمسكها يعني استضعى في الكرة وقالك لو مسكتها شكلة هيبقى حلو ولا اطمقنا للنتيجة يعني رخرخ ولا هو فعلا في التكنيك الكاف اعتبر صدت الشنوي الصد الأفضل في الجولة اللي هي تحت العرضة آه طيب ما هو في نفس المباراة لا اللي كانوا محاولتين وراء بعض ما ده اللي أنا أقوله إيه أده اللي بقوله إيه إذن في رد الفعل هو رد فعله عالي جدا دي اللي كانت الأرضية اللي كانت على الأرض اللي كانت على الأرض واحدة عشان نبقى فعل بس آآ ومنصفين لأننا الشناوي أخشى أن نفضل برضو لما نفقده صيقة زي ما فضلنا وراء شريف شريف أخطأ الشناوي أيوة الشناوي أكتر واحد بقى يعرف غلطته دي سببها إيه أكتر واحد مش مدربه مش منص حتى لو ما فيش سبب يعني يعني عايز أقول لك الحاجة ما فيش سبب لو أنا طالع واتزحل لا حتى لو مجرد خطأ في لحظة سهوة يعني سويت أدير موقف يعني لو مستهتر يتقال له لا ما تستطر طيب ماشي اللي أنا أقصده هذا خطأ حدث وسيحدث كثيرا ما ينفعش يا جماعة نقيم حد حارس المرمى مركزه صعب ماشي بس الناس لازم أن تفهم ما بيخش فيه جل ما فيش حارس ما بيغلطش يعني لو أنت اتنين اتنين الشناوي ده كان حشوف أيام وحشقه طيب مو كان في نفس المعيار نتكلم عن الفراودة اللي بتنفرده الضياح ماشي هي دي زي دي أبراهيم لا يمكن تكون دي زي دي لا يمكن يكون جون محكوم أنه هو يطلحها من يحطها في الحتة دي والتاني مسؤولته أنه يطلحها من الحتة دي يعني أنت بتحصر الملعب كله قدام حارس المرمى أن الفرود كده أقوم يغلط الحارس يبه هو ما بيعرفش والمدرب بتاعه ما هو دالنا ضد فيه احنا قلنا اتفاقنا براهيم يعني هم ما فيش خلاب بيننا بس أنا 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 بزيد في في الشارع عشان أقولهم إمتى تبقى غلطة التدريب لو هي خطأ في التكنيك في الحركة في ناحية فنية يبقى ده مسؤولية مدرب لكن خطأ من اللاعب اتعامل بإهمال أو باستهتار أو بسرحان يبقى خطأ لعب طيب وخطأ في التكنيك بالنسبة لحارس المرمى يعني المواقف المتراكمة هو استفادها من مشاركات كتيرة ومن تدريبات مع كل المدربين يعني ما فيش مدرب لوحده مع الحارس حاليا اه طبعا ما هوش اللي عمله هو اللي هيعمله محمد المصطفى كمال مش هو اللي عمله بالضبط ولا هي قياساته البدنية ولا أحمد ناجي وهكذا كل واحد أضاف للحارس بتاعه بالتراكم المدرب قياساته البدنية وتعليماته الفنية انت عارف الجن الأولاني جي ليه لما تقعد مع استدياهات التحليل يقول لك كما الكرة تبقى من برة المدافعين عشان يدوا فرصة لحارس المرمى يطلع ويمسكها لازم يقفوا بعيد ما يبقوش في حضن السكسي هارد طب احنا الجن الأولاني جي زاي ما جهكت الناس وقفت بعيد وبعدين الكرة بعتت في مساحة اتعاملت كواسي قوي في المساحة اللي في ظهر الديفنسي بتاعنا فلا الحارس يطلها ولا انت الحقيقة تتغطيه هو احنا ليه ما نقولش ان الناس اللي عبيتها طلع ورجع ما هو طلع ورجع يبقى خلص خلصت طلع ورجع يبقى ده خطأ خطأ منه تقدير الموقف تقدير الموقف بس مو يحصل ده اللي أنا أصدع لي طيب